اهلا بكم ازاي احنا في الدرس الرابع من دروس رافعات الزلتية بطريقة التابات سؤال كلكم تطرحوه بطريقة التابات نقدر نشغل رافعة خافضة انا جاوبت على هذا السؤال في الدرس الثالث خليتي جواب ما فانتوا بكيفكم اللي يريد يقدم خليه يقدم بس اكو شغلات مهمة راح اخليها اخطط ثالية اني اكتب الارقام وابط النتيجة مالتها صحيح هو جواب مبينه راح تقرأ انت بس هذا التقديم جاي اثر حيل على الفيديو والاكسب لور مصعود الفيديو لغيرها فشيء الحيل جاي اثر هذا فاللي يريد يقف الجواب طبعا يرجع لل الفيديو الدرس الثالث طبعا من جاي اكتب الخطوات جاي اكتبعها على مدد قدمون وجاي اكتبع هواية مقاطع على مدد قدمون روعا من مجموع اللي شايفين الفيديو فقط سبع اشخاص سمعوا هاي المعلومة ترهم بطريقة التابات رافعة خاصة سبع اشخاص فقط ارضوا هاي المعلومة لان الباقية كلهم مقدميها نرجع على درسنا احنا قلنا من مية واربعين الى ميتين وعشرين وحسبناها بس قلنا غالبا احنا نقرأ منظمات الباقية نقرأ انها من مية واربعين الى ميتين وخمسين او الى ميتين وستين او الى ميتين واربعين نقرأ هاي اشنون نحسبها اليوم راح نتعلم ان شاء الله اشنون نحسبها فلهذا هاي الباقية الداخلة قدامكم وهاي عدد اللفات لو كنا نشتغل بنظام من مية واربعين الى ميتين وعشرين هسه راح نشتغل بنظام من مية واربعين الى ميتين وخمسين طبعا فقط رافعة ومرافعة خافضة رافعة خافضة جوابت على هذا السؤال بالدرت الثالث راح نجي عليها تذكرون مصنطة نقطة عشرة نقطة هدعش الى نقطة خمسطعش وطلعنا عدد هاي اللفات الي يريد يشتغل من مية واربعين الى ميتين وكمتين من نقطة عشرة موجودة مشتركة بين الطريقتين نخسب عدد اللفات للبونت الواحد وهاي الحساب وهاي طلعناها نقطة هدعش هاي بدان ما تقدمون الفيديو انا قطعتكم اياها نحسب عدد اللفات الى ميتين وخمسين وولت اندي ميتين وخمسين وولت لا عدد اللفات للفولت الواحد في ميتين وخمسين وولت يطلع مية وثمانية واربعين لفة انا قطعتكم اياها على مود لا تقدمون الفيديو هاي النقطة اصنعت جدا مهمة انتبهوا اياها نحسب عدد اللفات للفولت الواحد في الحالة الخاصة الى ميتين وخمسين وكأنها ميتين وعشرين يعني شنون يعني اي هذا الانون يعني الانون يعني الانون يعني الانون الاس خليتها كأنها حالة خاصة بشور هذا الرمض بكيفك انت يعني كيف تخليه على مود تقدر من تشتقل انتبهوا اتميزة هذا عدد اللفات الواحد الحالة الخاصة هو عدد اللفات الى ميتين وكمسين هيطلعناها اللي هي ثمانية واربعين على ميتين وعشرين فولت يعني قديمه وثمانية وربعين يعني مية وثمانية وربعين على ميتين وعشرين فولت وهي ساوي سفر ستة سبعة وتطلع الرقام قربتها للاتلافة قررتها الى 3 هاي لفه لكل فولت اذا اريد اشتغل على الميتين وخمسين اذا اشتغل على الميتين وستين ايضا اطلع مع الميتين وستين وخلي هنا انا ادب الافات مع الميتين وستين واطلع هسه هاي هذا عدد اللفات الفولت الواحد اللي راح اشتغل عليه راح اشتغل نفس خطوات اللي اشتغلتها بالدرس السابق يعني 13 هنا ازاي ارجعيكم هسه وثلاث خطوات كتبتها هي نفسها اللي اشتغلناها سابقا بالفيديو الثالث نفسها وقطعتها وكتبتها على المدلقة حد يقدم الفيديو 13 نحسب عدد اللفات الميتين وعشرين فولت وطلع اندي طبعا هذا عدد اللفات الفولت واحد في الحال الخاصة لازم استخدم فيه ٢٢ فولت طلع عندي مية وثمانية وربعين هو لا دم يطلع مية وثمانية وربعين هنطلع عندي سابقا بس هنا اخلي قدامي على موت اتأكد هذا الرقم نفس هذا الرقم طلع لي ونقطة أربع طعش نحسب عدد اللفات المية واربعين هاي شغلة جديدة وطلع عندي 94 لفة سابقا طلع عندي 380 لفة لو ادى اشتغل من 140 الى 220 هسا دى اشتغل من 140 الى 250 يعني 94 لفة ونقطة 15 نحسب عدد اللفات 80 فولت هي نضرب الرقم الجديد الحالة الخاصة في الـ 80 طلع 54 لفة هاي 54 لفة استخدمها للتحقيق اتحقق من حلي صح لو لا سابقا طلع لي سابقا طلع لي 8 و40 لفة لما جمعنا هاي طلعة 8 و40 لفة حاليا لما اشتغل بنظام الى 240 الى 250 فولت تستحمل المنظمة الفولتية فمن اجمعها اطلعها واجمعها 40 لفة يعني افضل 48 لفة بتشتغل بنظام الجاكيية كربعة 250 فولت ومعلي هاشي او لي ايام ومعلي هاشي هنا نه 142 لفة حصير 34 هنا 48 54 ونظام متوازد اندي زودت عدد اللفات وفق قانون وفق قانون وفق قانون يعني هسه لو استخدم ارجو ان ما تقدمون الفيديو هاي فاعدة لكم هاي فاعدة لكم من تحقيق يعني افق قانون N1 على N2 شي ساوي V1 على V2 يعني V2 اللي هي 80 على N1 V1 في N2 لو اعوض هنا هسا V2 المفروض تطلع لي 80 المفروض تطلع لي 80 اعوض V1 140 وال N2 اعوضها 54 وال N1 اعوضها 94 رح يطلع V2 80 فلط وحشار لما اجي هاذا القانون اطلقه هنالها بيطلع لي 80 وحشار اعوض فلهذا احافظت على حافظت على الفلطية وعالخارجة وحافظت على رفع مالها بدون ما اثر على يعني على ما سوي خربطة بالتواجن هاي ميزان هاي ميزان ترفع عدد هاي لان ترفع عدد ذني وفق ميزان اه نكمل ان شاء الله هسا اريد اطلع 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 ادد اللفات مالكل رفع مالكل رفع اطلع ادد اللفات مالكل رفع هسا وصلنا النقطة الاخيرة اللي نسيتها الآن المسلسل يا رحم وهي نقطة الاخيرة بعد ما نكتب ارقام او نقاط ها هي خلطنا خلطنا ان شاء الله اكتبتلكم اياها اكتبتلكم انا مود لا تقدمون الفيديو لان ارقام جاهزة مشكلة وان جاي اكتب وطلع النتائج اللي يتقديم بالفيديو ويدمر اللي يكسب لو ارمال الفيديو ما انت ايه اللي قتم تدمر من مجموع المشاهدين يعني سبعة فقط شايفين السامعين المعلومة اللي قلتها عن الرافعة خافضة بطريقة التابات طبعا بالفيديو الثالث بالفيديو الثالث فالنقطة اللي نسيت اقولها نحسب عدل اللفات لكل رفعة لكل رفعة هاي احنا قلنا 10 مول فالن للحال الخاصة للعشرة والت الحال الخاصة من 250 اقصد يعني هو عدد اللفات لكل في الولتية وهي ساوي سبعة لفة يعني هنالا اكتب سبعة 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 وايضا لانا هاي ستة لفة في نظام 220 المهم بالسطعش بنفس الطريقة وهي اللعناها هاي حشينا عنها بالدرس الثالث يعني هاي عادة ليش كتبتها وكملت على مود لحديقة من الفيديو هاي فطلع 11 لفة 11 11 لفة و بال 18 بال 18 وولت نضرب عدد اللفات بالولت الواحد بال 18 وولت 12 وحشار ويساوي 12 لفة يعني هنالا اصنعش لفة هنالا اصنعش لفة هنالا اصنعش لفة هنالا اصنعش لفة يعني مجموحن هالثاني بيش طلقت النقطة بسيسر رقم مالها موجود بالفيديو لازم 54 لفة ليش انا مجموحن هتحقق هسرا هتحقق ضبط 54 لفة لما حسبتها لو ملاقيها 55 يفضل الاشيل لفة منها ولا لو ملاقيها قال لازم اضيف لفة طبعا الي اضيف لازم اضيف هنا باخر وحدة ولا اشيل اشيل لو من الاول وحدة لو من الثانية وليهنالا خلصنا عدد اللفات وليهنالا خلصنا عدد اللفات و القيش وووووو ومعظم التصميم خلص الله من عندها اه اعزائي اللي ردي يلفوا من يبدأ يكتب على أول سلك حرف أل حرف أل من تخلص المئة واربعين ويخرج السلك ويخرج السلك ويخرج السلك ستكتب علي رقم ستة ومن تبدأ تلف بهاي الملف مع الرفعات هم تكتب علي رقم ستة تب وتلزكت شو سويناها بالدروس الماضية وتكتب رقم ستة من تطلع ثالث وحدة ثلاثة ثالث وحدة تكتب عليها رقم خمسة وهذا هي السلك اللي يطلع بهاي المعد опять وهذا يطلع ويرجع هذا يا المtek هذا يطلع ويرجع هذا يطلع ويرجع هذا فقط يطلع تكتب عليه قال ورقم أمر وهذا تكتب عليه رقم ثلاثة وهذا تكتب عليه علسة رقم أني إثنائه اللقاء وهذا تكتب عليه أثر وستفBUع تاخذ لها ونجعله 6 بإمكان القليل Hello owski اتركوا هاي القناة بالملفات و اتطلقها و اتطلب قبل و دي على مثل ما احكيت لكم قبل شوية مزيد اريد بالتعليقات و استمع لي كلامكم اقرأ التعليقات و استمع لي كلامكم اريد منكم تكتبوني انو تريدون الدرس القادم لف عملي او تريدون الدرس القادم الربط نظري هاي يمكن انتو اكتبوني بالتعليقات و انا و اياكم ان شاء الله تريدون انا حاضر والسلام عليكم و رحمة الله و ركز